موسيقى نحية طيبة انها السابعة ونصف مساء بتوفيط العاصمة بيروت اهلا وسهلا بكم الى المسائية نبدأ بالعنوين مع رشن قطر مساء الخير الى العنوين مائتان واربعة وعشرون قطيلا في تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء وداعش يتبنى اسقاطها وموسكو تشكك كتائب الاسد تقصف تلبيسة بالغازات السامة والجبير يطالب برحيل الاسد وبسحب القوات الايرانية من سوريا التحقيدات امام ازمة النفايات تتواصل ولا دعوة لمجلس الوزراء للانعقاد حتى الساعة حبر كثير سال في الساعات القليلة الماضية عن انجاز التوافق بشأن ازمة نفايات وعن تصاعد الدخان الابيض فيما يتعلق بالمطامر لكن الاجتماع الذي عقد في السراي اليوم برئاسة الرئيس تمام سلام وضمه الى وزير الزراعة اكرم شيب ووزير المال علي حسن خليل اظهر ان القضية لم تنتهي فصولا وان دعوة الحكومة الى الانعقاد لم تحصل بعد وفي المعلومات المستقات من مصادر وزارية ان القضية ما تزال تحتاج الى المزيد من الاتصالات لتتليل بعض العقابات خصوصا وان المطمر الثاني الذي اعلنت حركة امل وحزب الله انه تم تحديده ما يزال يلفه الغموض فبعدما تردد ان المطمر سيكون في منطقة الكفور في الجنوب فان تسريبات اخرى تحدثت عن انه سيكون في منطقة الكوستا برافا في الشويفات الامر الذي دفع الوزير طلال ارسلان وفعاليات الشويفات الى عقد مؤتمر صحفي واعلان رفضهم للامر بالتزام مع التحركات المتعلقة بازمة النفايات فان رواتب العسكريين لا تزال عالقة بانتظار انعقاد مجلس الوزراء واصدار المرسوم الذي من شأنه ان يفرج عن رواتبهم وهو الامر الذي كان محور جولة قائد الجيش العماد جون قهوجي على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام اقليميا كارثة جوية حصدت مئتان واربعة وعشرين راكبا هم ضحايا الطائرة الروسية التي تحطمت في شبه جزيرة سيناء وفيما نشر تنظيم داعش الارهابي ولاية سيناء شريط فيديو زعم انه يظهر لحظة اسقاطه الطائرة الروسية ردا على تدخل موسكو العسكري في سوريا قال وزير النقل الروسي ماكسيم سوكالوف ان هذه المزاعم لا يمكن ان تكون دقيقة ذلك بعدما استبعدت مصر وروسيا ان يكون وراء الحادث شبهة جنائية اذا فرق الانقاذ المصرية تواصل اعمالها وهي انتشلت حتى الان جثث اكثر من مئة وخمسين راكبا من اصل مئتين واربعة وعشرين كانوا على متن الطائرة الروسية المنكوبة حال من الصدمة والوجوم تخيم على اهالي ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة في شبه جزيرة سيناء ينتظرون جثث زويهم الذين لم تقدر لهم العودة الى روسيا فكان الموت بانتظارهم مئتين واربعة وعشرون راكبا بينهم سبعة عشر طفلا وسبعة من افراد الطاقم كانوا على متن طائرة الارباست الاثنية وواحدة وعشرين التابعة لشركة جوكالي مافيا حين تحطمت في منطقة الحسن الجبالية الوعرة جنوب مدينة العريش اخر اتصال مع قائد الطائرة المنكوبة كان وهي على ارتفاع ثلاثين الف قدم اشتكى خلاله من وجود عطل باجهزة لاسلك وطلب الهبوط الاضطراري في اقرب مطار رحلة الموت هذه كانت في طريقها الى مدينة سان بيترسبورغ الروسية انطلقت من شرم الشيخ وبعد ثلاثين دقيقة على اقلاع الطائرة فقد الاتصال معها على شاشات الرادار ليتبين انها سقطت من ارتفاع ستة الف قدم في العريش وهناك عثر على جثث الضحايا وحطام الطائرة المشتوري الى نصفين وصندوقها الاسود رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل الذي تفقد موقع الحطام امر بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تدعيات سقوط الطائرة قرب العريش اما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي بحث تفاصيل هذه الكارثة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي فاعلن الاول من تشرين ثاني يوم حداد على الضحايا مع الغاء الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني كما كلف وزارة الطوارئ بارسال طائرات انقاذ الى مصر هذا وفتحت لجنة روسية تحقيقا جنائيا في حيثيات الكارثة وبدأت عمليات بحث في مطار دوموديدوفو في موسكو حيث يوجد مقر الشركة التي تدير الطائرة بعض سكان سيناء قالوا انهم رأوا الطائرة تحترق في الجو قبل سقوطها وفي هذا الاطار نشر تنظيم داعش الارهابي ولاية سيناء شريط فيديو زعم انه يظهر لحظة اسقاته للطائرة الروسية ردا على تدخل موسكو العسكري في سوريا غير ان وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف وصف هذه المزاعم بانها لا يمكن ان تكون دقيقة وذلك بعدما استبعدت مصر وروسيا ان تكون وراء الحادث شبهة جنائية وبانتظار جلاء الحقيقة كاملة قررت شركتها لفتنزا وإير فرانس تجنب التحليق فوق سيناء وينضم الينا عبر الهاتف من القاهرة مراسل تلفزيون المستقبل شريف فؤاد شريف يعطيك العافي يعني بعدما كانت قناة مصرية قد يعني اظهرت هذا الشريط الذي وضعه داعش في الانترنت عادت وسحبته واعتذرت يبدو ان كل المؤشرات تدول حتى الساعة على وجهة النظر الروسية المصرية المشتركة بعدم وجود عمل ارهابي هذه حقيقة محمد يعني هذه القناة المحلية قدمت اعتذارا شديدا وقالت انها تأكد لديها من خلال اطمامها الفنية ان هذا الشريط غير صحيح على الاطلاق وقدمت اعتذارا بسبب نشرة كل الاجهزة المعنية محمد بما فيها بعض المصاطر العسكرية الموثوقة تؤكد انه لا شبهة جنائية وانه يستحيل اسقاط الفائرة بفعل عمل ارهابي كما زعمت داعش او ما تطلق على نفسها ولاية سيناء في هذا الاطار انتهى منذ قليل مؤتمر صحفي رئيس الوزراء مهدد الشريط اسماعيل وكان يعني مؤتمر سريع ومقتضب اكد فيه انه تم انتشال 129 جثة وانه باقي او مستمر عملية البحث عن باقي الجثث والاشلاء في محيط كيلو متور ربما يتم توسيع دائرة البحث ايضا قال انه وزير النقل الروسي وان فريقا من الشركة ومن روسيا اضافة الى الشركة المصنعة للطائرة ايرباس يصلون القاهرة مساء اليوم من انضمام الى اللجان الفنية المصرية التي تقوم بالتحقيق في اسباب سقوط الطائرة وزير الطيران المدني حسام كمال اعلن انه تم العثور على الصندوق الاسود في ذيل الطائرة وانه تم تحفظ عليه بالمعرفة النيابة العامة لتحليله وجلاء الحقيقة فيما يتعلق باسباب سقوط هذه الطائرة الذي يمثل لغزا حتى الان وان كانت كل المؤشرات التي خرجت بما ان الطائرة يعني عمرها يزيد عن 20 عاما وكانت هناك شكاوى كثيرة منها طبقا لما اعلنته الشركة صاحبة هذه الطائرة والبعض يأخذ عليها انه يتم تسير هذه الطائرة بعد هذا العمر الاستراضي وانه كان هناك شكاوى منها يعني ربما في غضون ساعات يتم تحليل الصندوق الاسود وتنجر الحقيقة كاملة حول اسباب سقوط هذه الطائرة التي ادت الى كارثة مفجعة لا شك محبا شكرا جزيلا لك شريف ملف رواتب العسكريين كان اليوم مدار بحث في الصراع الحكومي بين قائد الجيش العماجة قهوجي ورئيس الحكومة تمام سلامه قهوجي زار للغاية نفسها عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بره اكد وزير الخارجية جبران بسيل ان حل مشكلة النفايات يبدأ عبر اعطاء البلديات اموالها المستحقة واصدار مرسوم ينظم الية عملها بسيل ومن جزين جدد رفض تكتل التغيير والاصلاح اقامة مطمر للنفايات في منطقة المتن مهددا باغلاق الطرق في حال حصول هذا الامر ما منقول حلينا مشكلة منطة انتو دبروا حالكون لان احنا ولا مرة اصرفنا هيك يلي بدو يتعاطى معنا بموضوع النفايات بهيد العقلية بدو يتحمل هيدا الموضوع بالضرائب وبالمي وبالكهرباء وبكل شي بعد ما وصلنا بس بدو يوصلونا ان نسكر طريق وانا نقول يلي بدو يغيبنا بهيدا الشكل ويتعمد انه بدو يظلم منطقة بس لانها بتدفع بدو يحرمها من سد بدو يحرمها من معمى الكهرباء بدو يحرمها من طريق رفضت فعاليات الشويفات رفضا قاطعا كل ما يتعلق بردم البحر تحت اي مبرر او تفسير واعادة فتح مطمر الكوستابرافا لحل مشكلة النفايات وبعد اجتماع نضمها الى نائب طلال ارسلان قررت اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لمنع اقامة هذا المطمر المائي الذي يمثل كارثة بيئية تعني الشويفات خصوصا ولبنان عموما نعمل من اربعين سنة مزبلي على خط الشويفات الازاعي لما بلش الرئيس الحريري الله يرحمه بمشروع الاعمار عام لما اجه سنة 92 اول شغلة بدأ فيها ازالة المزبلة اللي كانت على خط الشويفات الازاعي لانه شافوا انه هذا الامر خطير للغي اذا فكروا ان كانوا انه يصدروا قرار مجلس وزراء يفاجئون فيه هذا الامر ما بمر ومش لح يمر لا باجتماع مجلس وزراء ولا بغير اجتماع مجلس وزراء هيك امور تتعلق بسلامة وحياة الناس مش حرين من مكان ياخد قرار البناسبه فيه فيما يتعلق باقامة مطمر سرار دعا النائب معين المرعب عكار واهلها لانقاذ بيروت من الكارثة البيئية والصحية التي تعيشها مشيرا الى ان العاصمة بكافة مكوناتها كانت وما تزال تحتضن عكار داعمة لمطالبها وحقوقها العادلة وفي بيان له طالب المرعب الحكومة بان تقر مرسوم استملاك المكان واعتماد خطة فرز النفايات وانشاء معامل الفرز والتسبيخ ومعمل معالجة العصارة بالتوازي مع اعمال تنفيذ المطمر تمهيدا لتشغيل هذه المعامل باسرع وقت للتمكن من استيعاب اضافة الى نفايات عكار نفايات بيروت الادارية حصرا كما دعا الاهالي في المحيط في القرى المحيطة والمجتمع المدني لتشكيل هيئة محلية يعاونها خبراء مختصون محليون وخارجيون ممولون من جهات اممية مستقلة للاشراف على حسن تطبيق الشروط الصحية والبيئية من قبل المشغيلين اعتصمت حملة بدنان حاسب اليوم امام مبنى تيفي آف العدلية دعاية الى وقف هدر اموال الضريبة على القيمة المضافة وذلك عشية الحرار الذي تنظمه الحملات المدنية غدا الاحد امام مقر التيفي آف العدلي صباحا نفذ ناشطون من حملة بدنان حاسب اعتصاما للاحتجاج على الضرائب المفروضة على اللبنانيين وبشكل خاص الضريبة على القيمة المضافة مطالبين بتحويل اموال البلديات فورا ضمن خطة سريعة لمعالجة النفايات المنظمون اشاروا الى ان اكثر من 250 مليون دولار تهدر في مدرية التيفي آف في الوقت الذي يمكن لاكثر من 40% من هذه الصريقات تغطية سلسلة الرتب والرواتب ولدى محاولة احد المعتصمين الدخول بالقوة الى المبنى الذي اغلقت مداخله القوى الامنية وقع اشكال بينه وبين مناطمي الحملة الذين ابعدوه عن المنصة ومنعوه من الدخول على خط اخر دع الحراك الشعبي من مقر المفكرة القانونية في بدارو المواطنين الى المشاركة في تحرك يوم الاحد لتضامن مع منطقة سد البوشرية التي تشهد على التلوث الكبير جراء تكدس النفايات سنتوجه في مسيرة من مكب المستحدث في سد البوشرية الى جبل النفايات بمحازات نهر بيروت لنتضامن مع اهالي سد البوشرية اطفالا وشيوخا نساء ورجالا والذين كما كل اللبنانيين معرضون للمرض نتيجة سموم المحارق والغازات المنبعثة من تحلل النفايات وتسرب عصائرها الى المياه الجوفية بالتوازي مع هذه الدعوات تواصل حملات اخرى من الحراك المدني مبادراتها الفردية ضمن الخطة الوطنية التي اطلقتها جمعية فرح العطاء بالتعاون مع جمعية الارض لبنان ومراتون بيروت حيث تم توضيب النفايات المكدسة عشوائيا في عشر نقاط على الطريق البحرية بين برج حمود وجل الديب هذه الحملة المستمرة لمدة يومين تأتي في اطار تأمين السلامة العامة والحد من تفشي الاوبئة شدد المنتدى العربي الاشتراكي في بيانه الختمي على الدور الاوروبي في مساندة اللاجئين وحل الازمة السورية كما طالب بضرورة زيادة الدعم للدول المضيفة من دون حل متوازن لن يكون هناك سلام دائم ومن هذه الخلاصة استفاض رئيس الاحزاب الاشتراكية الاوروبية سيرجي ستانيتشيف في التحدث عن الازمة السورية وواقع اللاجئين والدور الاوروبي خلال البيان الختمي للمنتدى العربي الاشتراكي الذي اقامه الحزب التقدمي الاشتراكي في البريستول ستانيتشيف شدد على ان الانسانية تفرض مساعدة اللاجئين الذين يقصدون الحدود الاوروبية والهاربين من جحيم الحرب في سوريا الوقت لا يسمح بالمساومة اننا نتكلم عن حاجة قصوى لمساعدة الدول المضيفة للاجئين السوريين بكل الطرق الممكنة وعلى وجه السرعة فعلينا ان نحترم الالتزامات التي نأخذها على عاتقنا نحن نقترب من فصل الشتاء والاحتياجات تزيد وعلى اوروبا ان تزيد مساعداتها المالية وكانت كلمة للنائب وليد جنبلاط تطرق فيها الى التدخل العسكري الروسي في سوريا وتبعاته وتأثيره على الاستقرار في المنطقة واوروبا هناك العديد من الامور على المحك بعد التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا وفي هذا الاطار تطرح العديد من الاسئلة فهل يظن الروس انه من خلال التدخل الاحادي الطرف يمكنهم ان يضبنوا الوضع وهل يظنون انهم مع هلافائهم الايرانيين يمكنهم الحفاظ على هذا النظام والوصول الى الاستقرار وما هي الفترة الانتقالية وما هي مدتها ان وجدت امل ان تكون روسيا بالفعل قلقة بشأن مستقبل اوروبا واستقرارها ووحدتها فعدم الوصول الى حل ملاءم للازمة السورية والمقاربة المتجزئة مع عدة قوى معنية يمكن ان يجعل الاستقرار والسلم في اوروبا من دون تبعات معروفة وفي مدخلة لوزير الشؤون الاجتماعية ريشيد درباس الذي شارك في المنتدى ممثلا الرئيس تمام سلام اكد ان الحكومة ما زالت متمسكة بسياسة النائب النفس عن الصراع السوري دعيا الدول الغربية الى مساعدة الدول المضيفة للاجئين لسيما لبنان ان الدول المانحة او اي جهة اخرى مطالبة بالاستثمار اعيد الكلام بالاستثمار في مناطق اللجوء السوري وفي الداخل السوري ايضا علينا ايضا ان نكون شركاء في الاستثمار الانساني وخاصة على صعيد التعليم وبهذا الصدد فاني اعلن لكم ان وزارة الشؤون الاجتماعية قد اطلقت برنامجا بالتعاون مع اليونسيف لحضانة هؤلاء الاطفال وان اتفاقا مبدئيا قد حصل مع الصندوق الوطني للتنمية الكويتية لاقامة دار للحضانة في مدينة عرسال كما كانت كلمات شرحت للواقع السوري في ضوء الحرب الدائرة واوضحت المسارات التي يعتمدها اللاجئون السوريون الهاربون من جحيمها رأى وزير العدل اشرف ريفي ان المنطقة ذاهبة الى خيار سياسي معين معتبرا ان لبنان يتأثر مباشرة بالوضع السوري من خلال الاشتباكات الدائرة هناك كلم ريفي جاء خلال زيارته مقر هيئة الطوارئ لانقاذ مدينة طرابلس رأى وزير العدل اشرف ريفي ان المنطقة ذاهبة الى خيار سياسي معين خصوصا في ظل محادثات فيينا معتبرا ان لبنان يتأثر مباشرة بالوضع السوري من خلال الاشتباكات الدائرة هناك وتدخل حزب الله فيها كلم ريفي جاء خلال زيارته مقر هيئة الطوارئ لانقاذ مدينة طرابلس اول من نبهت من موقعي الامني لحزب الله اوعد غرأه بالوحل السوري واوعد فوته عسكرية على سوريا ولتدعي انت ان تروح ام تقاتل جهادا عليك ان تتوقع بين هلالين عليك ان تتوقع كمان بين هلالين الجهاد المضاد وشوفناه بكل اسف الحقيقة انا برأي كان ادات لي مشروع ايراني غير عاقل انا بتصور وغير اذا بدك متبصر للرؤية الوستقبلية تماما دفع تمن غالي جدا من شباب حزب الله باحداث سوريا ولم يحقق شيئا اما على الصعيد الداخلي ورغم كل التعتماد توقع الوزير في انتخاب رئيس للجمهورية بين ثلاثة او خمسة اشهر الرئيس القوي بدنا نعم تمام الحقيقة بس الرئيس اللي بيكون جبان ما بيحمي عسكرية وهذا منه رئيس قوي الرئيس اللي او الضابط اللي بيهرب من المعركة العسكرية منه رئيس قوي اللي بياخد خيارات سياسية خاطئة تاريخيا واستراتيجيا انا بريم من دو رئيس قوي ما سمي به تحالف الاقليات خطر هو اكبر خطر على الاقليات من تحالف مع المشروع الايراني لا مكان له في رئيس الجمهورية لبنانية نهائيا من تحالف مع بشار الاسد ما له محل بجمهورية لبنانية نهائيا ليكون رئي جمهورية وختم ريفي مطالبا برئيس قوي على صورة الراحل نسيب لحود وان يكون وطنيا وغير فاسد وان لا يغطي مشروعا معاكسا لمصالح المنطقة سلسلة لقاءات عقدها وزير الداخلية والبلديات نهد المشنوق مع مسؤولين بحرانيين واعرب في اليوم الثاني لزيارته المنامة تمحورات حول القضايا المشتركة والاوضاع التي تمر بها المنطقة العربية والتحديات الامنية والعسكرية والسياسية التي تعيشها المشنوق رفض استعمال لبنان منبرا للهجوم على البحرين التقى وزير الداخلية نهد المشنوق في اليوم الثاني لزيارته البحرين نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة الشيخ علي بن خليفة الخليفة الذي نوه بإنجازات الوزير المشنوق ومواقفه تجاه البحرين وتجاه القضايا العربية سبل مساعدة لبنان لمعالجة تداعيات أزمة النازحين السوريين بحثها المشنوق مع مستشار ديمان أمير الكويت لشؤون الإنسانية الدكتور عبدالله المعتوق في المنامة وكان الوزير المشنوق التقى وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة واشدد على أن الحكومة ملتزمة بسياسة النأي بالنفس كما عبر عنها رئيس الحكومة تمام سلام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لافتا إلى أن ما يصدر عن أحزاب اللبنانية من انتقادات للحكومة البحرينية لا تعبر عن الموقف الرسمي اللبناني خلال لقائها وفدا من فعليات بيروت شددت النائب هي الحريري على أن الحوار هو المخرج والمدخل لحل الأزمات الداخلية مشيدة بمواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري عشية ذكرى ميلادي إن لم ينتظم رأس الدولة فكل الأمور مجرد مساكنات هذا ما أكدته النائب هي الحريري خلال لقائها عددا من فعليات العاصمة بيروت في بيت الوسط بحضور النواب غازي يوسف وباسم الشاب ومحمد قباني وعربت الحريري عن الشلل الحاصل في الحكومة والمجلس النيابي ولا سيما الشغور الرئاسي وأكدت أنه بالحوار يمكن التوصل إلى حل شامل للأزمة الكبرى التي نعيشها والتي تؤثر على عمل المؤسسات في لبنان ولفتت الحريري إلى أن اللبنانيين جربوا الحرب والاقتطال فيما بينهم ودفعوا الأثمان الغالية وهم ليسوا على استعداد للعودة إلى الوراء وعاشية ذكرى مولد الرئيس الشهيد رفيق الحريري شددت الحريري على أن الحوار هو المدخل والمخرج لحل كل الأمور وأملت أن نبني على القواعد التي علمناها إياها الرئيس الشهيد لأنه أرسى قواعد الحوار في كل القطاعات مذكرة بأن أول حوار جدي حول مطالب المعلمين كان في أيام الرئيس الشهيد الذي لم يكن ينتظر حتى تتأزم الأمور بل كان يرسلوا بطلابهم للتحاور معهم اصباقا لأي أزمة بعض الفاصل تتابعون الاحتلال يعدم ميدانيا شابا فلسطينيا شمال الضفة الغربية المحتز والأتراك يقترايون غدا في الانتخابات النيابية المبكرة المسائية مستمرة وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء مائتاني وأربعة وعشرون قتيلا في تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء داعش تتبنى إسقاطها موسكو تشكل وتحقيق الدات أمام أزمة النفايات تتواصل ولا دعوة لمجلس الوزراء للانعقاد حتى الساعة وريفي حزب الله أداة لمشروع إيراني غير عاقل أهلا بكم من جديد دعت المملكة العربية السعودية أمام منتدى الأمن الملتئم في المنامة إلى رحيل بشار الأسد عن السلطة وانسحاب القوات الأجنبية من سوريا خصوصا القوات الإيرانية هذا في حين اعتبرت البحرين أن الدعم الإيراني للتخريب في الدول العربية يضاهي تهديد داعش حوار المنامة للأمن الدولي شكل منبرا لإطلاق سلسلة مواقف بشأن مختلف التطورات في الدول الشرق الأوسط ولسيما الأزمة السورية وتدخلات إيران في دول المنطقة وزير الخارجية السعودية عادل الجبير حذر من تداعيات فشل العملية السياسية في سوريا مشيرا إلى أن البديلة سيكون تعزيز الدعم الموجه إلى المعارضة المعتدلة عبر أعطائهم المزيد من الأسلحة ورغم ذلك أبدى الجبير تفاؤله حيال محادثات فيينا موضحا أن كل الأوراق طرحت على الطاولة بناء سوريا جديدة لا وجود لأي دور لبشار الأسد فيها هذا هو الجزء الأول من تياستنا تجاه الأزمة السورية أما الجزء الثاني فهو انسحاب القوات الأجنبية من سوريا وخصوصا القوات الإيرانية التي ننظر إليها على أنها قوة محتلة وحتى تحقيق هذين الأمرين أعتقد أن الأزمة السورية ستستمر هجوم قوي على إيران شنه وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة الذي اعتبر أن الدعم الإيراني للتخريب في الدول العربية يضاهي التهديد الذي يمثله تنظيم داعش الإرهابي متهما طهران بتهريب أسلحة إلى البحرين بدوره قال نائب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن بلاده لا تزال تركز تماما على تصرفات إيران غير المقبولة بما في ذلك دعم الإرهاب في المنطقة وأضف أن انخيرات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أهمق من ذي قبل وهو انخيرات واسع يفوق الجانب العسكري مؤكدا عدم وجود حل عسكري للحرب في سوريا وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتح المنتدى بهجوم لاذع على طائفية دينية حيث قال إن الجماعات الدينية الطائفية مزقت النسيج الوطني في بعض الدول العربية متهما إياها بإسكاء النزاعات الطائفية البغيدة لتحقيق أجنداتها ومصالحها في المنطقة أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 64 شخصا بينهم 28 طفلا في غارات روسية وسورية على حلب في وقت قتل وأصيب عدد من المدنيين بحالات اختناق جراء استخدام قوات النظام للغازات السامة لقصف مدينة تلبيسة بريف حمص غير مكترثة بسقوط ضحايا مدنيين تستكمل القوات الروسية حملتها العسكرية الجوية المنصقة مع إسرائيل مستهدفة العديد من مدن وقرى الريف الدمشقي ولسيما مدينة الدومة يأتي ذلك في وقت تدور اشتباكات بين قوات النظام والثوار في محيط مدينة الدارية وسط إلقاء الطيران المروحي أكثر من 20 برميلا متفجرا على المدينة وفي ريف حمص الشمالي استخدمت كتائب الأسد مرة جديدة الغازات السامة في قصفها للجبهة الجنوبية لمدينة تلبيسة ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثين آخرين بحالات اختناق في وقت طالت غارات الطائرات الروسية قرية الشعباني مقاعة قتلى من بينهم أطفال وبمشاركة كافة الفصائل التي تكوي قوات سوريا الديمقراطية وبدعم تنسيق مع طيران التحالف الدولي لمحاربة داعش فإننا نعلن بدل حملة تحرير الريف الجنوبي من محافظة الحسكة وأثر هذا الأعلان سجلت معارك عنيفة مع تنظيم داعش في قرية غزيلة بريف الحسكة وسط قصف لطائرات التحالف الدولي تزامنا قتل عدد من كتائب الأسد خلال اشتباكات مع الثوار في منطقة الجب الأحمر في اللاذقية بينما جدد النظام قصفه لبلدة سلمة وجبل التركمان وفيما قصف الثوار تجمعات لقوات الأسد في مدينة موريك بحما شن طيران الروسي غارة على مدن في حلب أبرزها مدينة الباب الأمر الذي أدى إلى إصابة عشرة المدنيين في ظل هذه الأجواء أوضح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما إرسال قوات خاصة إلى سوريا يركز تماما على قتال داعش وليس دليلا على دخول الولايات المتحدة للحرب الأهلية السورية لافتا إلى أن هذا القرار يتمشى تماما مع سياسة الرئاسة الأمريكية المعلنة بضرورة دحر وتدمير داعش نجا قائد اللواء 107 مشات في مأرب من محاولة اغتيال بتفجير استهدف موكبه أثناء تفقده مواقع عسكرية وفي تعز قتل أكثر من عشرين من ميليشيات الحوثي وصالح وأصيب آخرون باشتباكات مع القوات الموالية للشرعية واصل معلومات عن بدء المقاومة الشعبية في استخدام صواريخ تاو المضادة للدروع في تصديها للمتمردين ودبع بدعم من طائرات التحالف العربي أحبط الجيش الوطني هجوما للميليشيات غربية تعز وتصدى لمحاولة المتمردين التسلل إلى لحج عبر جبال منطقة الوازعية شارك عشرات ألاف الفلسطينيين بتشيع جثمين خمسة شهداء أطفال أعدمتهم قوات الاحتلال في الخليل واحتجزت جثمينهم أياما عدة في وقت استشد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن في شمال الضفة الغربية إعدام ميداني جديد نفذه جنود الاحتلال بحق شاب فلسطيني عند حاجز الجلمة في جنين شمال الضفة الغربية بزعم محاولة طعن أطلق خلاله الاحتلال عشرون رصاصة على الشاب في وقت استشهد رضيع يبلغ من العمر ثمانية أشهر اختناقا بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وفي الخليل شارك عشرات ألاف الفلسطينيين في تشيع جثامين خمسة شهداء أطفال عدمتهم قوات الاحتلال في المدينة واحتجزت جثامينهم لعدة أيام في حين أبقت قوات الاحتلال على جثامين 12 شهيدا من أبناء المحافظة محتجزة لديها يأتي ذلك في وقت أصدر مركز للدراسات والتوثيق تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريره الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعب الفلسطيني حيث أكدت تقرير استشهاد 72 فلسطينيا خلال الشهر الماضي في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والداخل المحتل على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين من بينهم 15 طفلا وخمس سيدات في حين تجاوز عدد الجرحة في الأراضي الفلسطينية خلال الهبة الشعبية 7200 مصاب هذا وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين خلال تشرين الأول المنصرم نحو 1300 معتقل من بينهم أكثر من 300 طفل وامرأة وجرحة بعضهم لا زال يقبع في المستشفيات الإسرائيلية وعلى صعيد التحركات السياسية سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مذكرة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ودع المحكمة لتسريع تحقيقها في الانتهاكات الإسرائيلية وفي وقت سابق قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن الملف المؤلف من 52 صفحة يحتوي على اتهامات لإسرائيل بارتكاب إعدامات ميدانية وعقاب جماعي وهدم منازل وتطهير عرقي تدعمه صور وتسجيلات فيديو موثقة يتوجه الناخبون الأتراك غدا الأحد إلى الصناديق الاقتراعي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المبكرة وذلك بعدما فشلت الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات السابع من حزيران الماضي وعاشية السباق البرلماني الذي يتنافس فيه 16 حزبا تركيا قال رئيس التركي رجل طيب أردغان إن الجميع سيحترم نتيجة الانتخابات آملا بأن ينتصر الأمن والاستقرار والوحدة وباختصار أن تفوز تركيا النشرة مستمرة فيها بعض الفاصل اطلاقوا مهرجان بيروت ترنم للسنة الثامنة على التوالي وفي الرياضة الأنصار يحقق فوزا مهما على حساب النبي شيت في الدور اللبناني لكرة القدم أهلا بكم من جديد في لقاء خاص مع المستقبل أكدت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان ذات الطابع الدولي القاضي إيفانا هيردليشكوفا أن المحكمة الخاصة تواصل عملها باحتراف كبير وأن الدفاع سيعرض قضيته بعد انتهاء الادعاء من ذلك في الأشهر المقبلة التفاصيل في تقرير شرب العبود بعيدا عن أي أجندة سياسية تواصل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عملها في لهاي هناك تعمل المؤسسة القضائية باحتراف وهي التي تتألف من قضاة موظفين لبنانيين وعالميين محتلفين ويتمتعون بخبرات قضائية أمور جددت رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التأكيد عليها في لقاء مع الصحفيين ضمن زيارتها الثانية لبيروت وذلك في حضور نائب رئيس المحكمة القادير الفرياشي والناطق الرسمية باسم المحكمة وجد رمضان ومسؤولة مكتب التواصل في بيروت أولجا كافران إيفانا هيردليشكوفا القاضية التشيكية منذ العام تسعين شددت في حديثا لتليفزيون مستقبل على أن المحكمة مؤسسة قضائية بعد من المهم التوضيح أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعمل كجسم قضائي مستقل ومحترف لدينا مزيج من القضاة اللبنانيين والدوليين الذين يتمتعون بخبرات عالية وعملنا بعيدا عن الظروف السياسية وهيكلية المحكمة تجعل منها جسما مستقلا وقضائيا بحت والمحكمة تعمل بدون أي ضغط أو تدخل سياسي هل حاولت المحكمة الدولية من جديد الاتصال بطريقة مباشرة أو عبر وسطاء ربما بحزب الله بهدف مزيد من أو بهدف إيجاد التعاون معين خصوصا وأن المتهمين الخمسة ينتمون إلى الحزب من المهم أن نبدأ بالقول أن المحكمة ليس لديها جهاز شرطة خاص بها وبالتالي نعتمد على الدولة وفي حالتنا الدولة هي لبنان نعتمد عليها في التعاون وبذل الجهد لجلب المتهمين إلى المحكمة إذن على لبنان بذل الجهد لجلب هؤلاء إلى المحكمة 87 شهد مثلوا حتى الآن أمام غرفة درجة الأولى بالمحكمة على أن يواصل الادعاء عرض أدلته في الأشهر المقبلة يلذلك وحدة المتضررين ثم قضية الدفاع لتقول المحكمة بعد ذلك كلمتها في الجريمة التي وقعت في 14 من شباط 2005 ومزالت ارتداداتها مستمرة حتى اليوم في إطار الجولة التي تقوم بها هيئة التنسيق النقابية على القيادات السياسية التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وافدا من الهيئة واطلع منه على أجواء تحركها قبيلا عقاد اجتماع هيئة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل حيث وعد الرئيس نبيه بري أنه سيعيد طرح موضوع سلسلة الرتب ورواتب على جدول الأعمال دعى النائب محمد الحجار لانتفاضة عربية شاملة لإنهاء الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل العدو الإسرائيلي كلام الحجار جاء خلال وقفة تضامنية لشباب تيار المستقبل في الدبي دعما للشعب الفلسطيني رأى ناب محمد الحجار أن الساحة العربية تشهد تطورات خطيرة مشيرا إلى حجم التدخلات الخارجية الأقليمية والدولية الباحث عن نفوذ لها ومصالح على حساب حقوق ومستقبل الشعوب العربية كلام الحجار جاء خلال لقاء تضامني مع الشعب الفلسطيني نظامه قطاع الشباب في تيار المستقبل وذلك في حرم كليات العلوم في الجامعة اللبنانية فرع الدبي نرى الفلسطيني يقتلوا بيد إسرائيلية على الفلسطين ويقتلوا ونفسه بيد إيرانية هي كانت بشارة إيرانية أمراها إيراني على أرض اليوم في دمشق وهذا الذي يشعر الجمع الخالية للعدو الإسرائيلي ليقوم بما يقوم به على أرض فلسطيني المطور اليوم همة عربية الشاملة في مواجهة كل الذي يحصل كما ألقيت كلمات باسم الطلاب والأساتذة أكرت على أن فلسطين هي القضية كما قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مستنكرة الصمت الدولي المريب والتقاحس العربي بالإضافة للانقسام الفلسطيني الداخلي احتفالا بعدي الميلاد المجيد ورأس السنة أطلق منظم مهرجان بيروت ترنم برنامجا موسيقيا فنيا للسنة الثامنة على التوالي بحضور نائب هي الحريري ووزير السياحة ميشيل فرعون للسنة الثامنة على التوالي ستلتق الترانيم والأنشيد وستسمع الموسيقى الروحية والكلاسيكية في كل زاوية من بيروت أمسيات منوعة ستكون في مهرجان بيروت ترنم بدءا من الافتتاح في الأول من كانون الأول وخلال مؤتمر سحفي عقيد في نادي اليهود في الزيتونة تم الإعلان عن البرنامج الموسيقي المخصص للاحتفال بعدي الميلاد ورأس السنة التي تجمع المسلمين والمسيحيين بحضور النائب هي الحريري ممثلة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية وزير السياحة ميشيل فرعون إضافة إلى جمع من الشركاء والفنانين هذه المبادرة التكاملية مع عودة الحياة إلى قلب العاصمة بيروت المدينة الحبيبة والعزيزة على قلوبنا والتي أودعناها أحلامنا وإنجازاتنا وأرواحنا أيضا إن بيروت ترنم وبيروت تنشد في كل يوم على أصوات أجراس الكنائس وأزان المساجد لتذكر اللبنانيين مسيحيين ومسلمين بأن لبنان للجميع وفوق الجميع وطن للمحبة والحياة التي تعرضت كمان في الوسط التجاري لبعض الاعتداء وبعض العنف وأن طبعا كان بعض الأهداف النبيلة وهي حق الجميع للتعبير عن نفسه الحق عن الديمقراطية الحق للمحاسبة التي تصلب اليوم بعدم انتخاب رئيس جمهورية وأكفال مجلس النواب فنحن أكيد نرى بها المناسبة بيروت ترنم هو جزء من المعالجة والشفاء إن شاء الله لهالمنطقة والبيروتيين لا يقدروا يتلقوا حول هالموسيقى هالنوع من النشاطات أثبت سنة الماضية عن نجاحه وكان حقيقة نشاط جامع لكل اللبنانيين ما في خلاف عليه أبدا لهالسبب نحن معتبرين حالنا أنه هذا واجب علينا كبانك أنه نكون مساهمين بإبراز هالوجه الحضاري للبنان ولفتت مؤسسة المهرجان مشال أبي سامرة إلى أن بيروت سترنم على مدى 22 ليلة احتفالا بالأعياد في وجه العنف والتعصب والتطرف فيما اعتبر المدير الفني للمهرجان الأبتوفيق معتوق أن المهرجان فسح لجوقات عديدة وموسيقيين متميزين من لبنان والعالم كارا دينيز التركية تطلق باخرتين طاقة إلى أندونيسيا وغانا وتبد استعدادها لإرسال باخرة كهرباء جديدة إلى لبنان عند انتهاء العقد التقرير لباس الخطيب تستمر مجموعة كارا دينيز التركية بتوسيع أسطول بواخرها لإنتاج الطاقة والمكون حاليا من تسع بواخر وفي حفل جرى في حوض بناء السغن في منطقة تزلة في اسطنبول تم الاحتفال بانطلاق باخرتين الأولى كارا دينيز عيشة قول سلطان متجهة إلى غانا والثانية كارا دينيز زينب سلطان متجهة إلى أندونيسيا وحضر الوزير التركي للطاقة والموارد الطبيعية الحدث الذي تم الكشف أيضا في خلاله عن أكبر باخرة الطاقة في العالم وهي أورهان علي خان بقدرة إنتاج 460 ميجاوات الرئيس التنفيذي لكارا دينيز القابضة أورهان رمزي كارا دينيز عبر عن فخره لإرسال شركته باخرتين طاقة إلى غانا وإندونيسيا بعد لبنان والعراق مشيرا إلى أنه بفضل بواخر الطاقة يتم تأمين الكهرباء للمستشفيات والمدارس والمصانع والمنازل الباخرتين الموجودتين في المياه اللبنانية وتؤمنان للبنان 27% من طاقة الكهرباء تابعتان لشركة نفسها ويعبر المدير الإداري فيها رالف فيصل عن استعداد الشركة لإرسال باخرة طاقة أخرى عند نهاية العقد في أيلول المقبل يعني هلأ بأسعار الفيول والمزوط الموجودة بالسوق الحالي كلفة الإنتاج من بواخر الموجودة بلبنان لشركة كهرباء لبنان من الأرخص من أرخص من أكترية معاملة موجودة إمتى بيخلص الكونترا بلبنان وهل ممكن تجدده؟ سراحة الكونترا بيخلص بآخر أيلول 2016 في نقاش عم بيصير هلأ بس بعد ما صار كتير رسمي إنه شو بدون يعملوا لأنه مثل ما بتعرف بعد في 11 شهر بيخلص العقد تقريبا صار فيه هلأ مثل ما بقولوا بدي يشوفوا بأي شروط وإذا نحنا إذا فيه زبور رح يروح لقلة أما رح نمدد نحنا بلبنان كونترا إذن كارادينيز شركة تركية عملاقة مختصة بتصنيع البواخر وتجهيزها بمحركات عالمية ومولدات للكهرباء تسلها إلى الدول وتؤمن لها بديلا عن نقص الكهرباء وهي الصناعة بدأت الدول الكبرى باتباعها بمناسبة وضع الحجر الأساس لمركز أحمد الرياض الجوهري للتوحود وافتتاح مبنى محمد زيدان للتعليم المهني نظمت جمعية رعاية اليتيم وجمعية محمد زيدان للإنماء احتفالا حاشدا في باحث حديقة جمعية رعاية اليتيم وذلك بحضور الرئيس فؤاد السنيورة ونائب هيا الحريري وفعاليات المنطقة ويستعد في المشروع الأول المصابين بداء التوحد من أجل معالجتهم والعمل معهم ليكونوا عناصر منتجة في المجتمع بينما يقدم مبنى محمد زيدان للتعليم المهني دورات مهنية معجلة في مختلف الاختصاصات في قصر الأونسكو افتتح النائب غازي العريضي المعرض الأول للفنان اللبناني العالمي مروان العريضي تحت عنوان ألوان مدونة بحضور ممثلة وزير الثقافة نهاد يونس والفنان العريضي وحش كبير من الفعاليات السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية والأدبية وأهالي بلدة بيصور ونصل رشا الآن إلى الفقرة الرياضية حيث ترافقنا فيها بعد قليل الزميلة هبا زيدان موسيقى موسيقى مساء الخير تأهل المنتخب اللبناني للريكبي ليج إلى نهايات مونديال 2017 المكرر في أستراليا ونيوزيلندا بعد مجدد فوزه على منتخب الأفريق الجنوبي بنتيجة ساحة 50-16 بذكر أنه هيدا المنتخب الجماعي الثاني بعد منتخب كرة أسالي بيتأهل إلى نهايات المونديال إلى أخبار كرة القدم حيث حقق نادي الأنصار فوز مهمة على حساب نادي النبيشيط بنتيجة 2-1 بالمباراة اللي جمعتهم على ملعب النبيشيط بالبقاء عضم من فعاليات الجولة الثالثة من الدور اللبناني للفتبول سجل هدفي الأنصار كل من لوكاس جالان في الدقيقة الأربع وأبعين عن طريق ركل الجزاء وأيضا الهدف الثاني ربيع طاية بديع الأربع وستين قبل ما يسجل النبيشيط هدف تقليص الفارق بديع الأخيرة من عمر اللقاء وبهالانتصار رفع الأنصار رصيده إلى أربع نقاط من مبارتين فيما تجمد رصيد النبيشيط عند ست نقاط وبمباراتين جرت اليوم أيضا حق شباب الساحة الفوزة على شباب الغازية بنتيجة 1-0 تلقى فريق شلسي ومدربه جوزي مورينيو صفعة جديدة بالدورة الإنجليزية الممتازة هالموسم بسقوط مدوئة على ملعبه ستانفورد بريدج أمام ليفيربول بنتيجة 1-3 ضمن منافسات المرحلة 11 المدير الفني لنادي ليفيربول يورجين كلوب عبر عن ساعاته بالأدائية اللي قدموا الفريق نعتبرا أنه الانتصار كان مستحق بالنظر إلى مجريات الفريق بالمقابل رفض جوزي مورينيو التعليق على الخسارة مشيرا إلى المشاكل الكبيرة المتواجدة بالفريق مورينيو قال ليس لدي ما أقوله أنا آسف الجماهير ليست مغفلة وأشار مورينيو إلى أنه ليس قلق على مستقبله مع تشلسي بعد سلسل من النتائج السلبية منذ بداية الموسم الحال قائلا سأذهب الآن المنزل وأجد عائلة حزينة سأحاول أن أنتفصل عن ذلك وأشاهد مباريات الرقبة وهذه ليست مباراتي الأخيرة أذكركم أيضا بأبرز النتائج التي سجلت اليوم بإنجلترا مانشستو سيتي عم يحافظ على الصدارة بفوزه على نورويتش سيتي 2-1 وأرسنل أيضا كان عم يتغلب على سوانزي سيتي 3-0 ومانشستو ينايتد كان عم يتعادل مع كريستال بلاس سلبن هذا كان كل شيء بأخبار أرياضة اليوم شكرا للمتابعة وعودة لعندك محمد شكرا لك كيبا والآن مشاهدين إلى صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبدالساتر ما في شي بوقفك مع ألفا 4x4 لخطوط ألفا بري بيت 400 ميجا بايت 4 ساعات حكي كل 30 يوم على رقم مفضل بالويك أند 40 ديئات حكي و400 أسماس بس 12 دولار العرض محدود موسوعة طاقس مستقرع بالسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط التفاصيل أكتر عن طاقس لبنان أكيد منشوفها بعد فقريت صورة وشمسية عبيصلولنا صوركم على ايكاونت الانستغرام والفيوتر تيفي أبيكيشن بذكركم بموضونا لهالشهل هو الصور عن الهويات أما اليوم مصفنا الصورة من تالا هلأ مروح على الدول العربية تنشوف كيف عبيكون طاقسة وجولتنا بتبلش مع القاهرة 28 22 بطونة 17 درجة بالرباط 24 ببغداد 20 بدماشك 26 درجة بالقدس والختام عبيكون مع الكويت 28 أما دوحة ورياض 32 درجة ننصر هلأ على طاقس لبنان بكرة جو العام عبيكون بين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل الحرارة عبتوصل أقصاها للـ 29 درجة أما أدنيها للـ 16 درجة الارتوبة عبتوصل أقصاها للـ 80 بالمئة أما سرية رياحة بتوصل للـ 40 كم بالسيعة بالجبل عبتتروح من 12 والـ 24 درجة أما بالداخل عبتتسجل أقصاها 28 درجة جولتنا اللي بتخذنا من الشمال لجنوب بتفرجينا أكتر تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية بنبلش جولتنا من الشمال مع الكار 26 28 بترابلوس 18 27 درجة 27 درجة بالكورة 26 بالهرمل و بالقع 17 ببعالبك 18 بريق نوصل عجبال 25 20 بميروبة 29 درجة بجونة وبعبدة ميروت تصل فيها الحرارة إلى 29 درجة وتقصاها بين قليل الغيوم إلى غائم جزيا زحلة وشتورة 27 26 بأنجر 27 بجزين 26 برشية و بمرجعيون 28 درجة ببنت جبال و الختام مع بيت الدين 24 أما المناطق الجنوبية سيدة صور و قانا و 28 درجة مثل ما ذكرنا لبكرة عبي كوفي عنا طقس بين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة أما لبكرة الحرارة عبتوصل أقصاها إلى 29 درجة أما إبنيها إلى 19 درجة مثل ما شايفين عبي كوفي عنا انخفاض بدرجات الحرارة على نهار الثانية والثلاثة و عبتستقرتها تصل أقصاها إلى 25 درجة بمنطقة الأرز الحرارة عبتتروح بين 8 و 18 درجة لهم بتكون خلصة النشرة الجوية بعطونا صواركم على أكاونت الانستغرام والفوتر تيفي أبليكيشن وأكيد شما كان طاقسكم المفضل لقونا عطول على المستقبل موسيقى وفي الختام يبقى التذكير بالعنور مائتان واربعة وعشرون قتيلا في تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء داعش يتبنى إسقاطها وموسكو تشكل كتائب الأسد تقصف تلبيسة بالغازات السامة والجبير يطالب برحيل الأسد وبسحب القوات الإيرانية من سوريا التعقيدات أمام أزمة نفايات تتواصل ولا دعوة لمجلس الوزراء للانعقاد حتى الساعة لكم أطيب التمانيات من تجزيون مستقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة